المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة كانت تحتوى العنف للمجتمع المغربي شيء ليس بالجديد لأننا نعرفوا بأن الوسائل للضغط خصوصاً من المترجم للقناة كانت دائماً لديها مفهوم سيلبي والسلطة كانت تمارس دائماً بالعنف كانت عقلو على والدنا و جدودنا مع احترامنا للناس و لكن كانت شائع و كانت تحتوى العصام من الجنة و غيرها من هذا القبيل الجديد في المسألة هو أنه معمرها الآية كانت تبقى له بعض ما كانت نسميه الفروع ضد الأصول كانت دائماً الأصول ضد الفروع الآن كانت نشاهده أن الأطفال هم الذين يعنفوا وليدهم المسألة لم تبقى داخل البيت انتقلت للشارع و من بعد الشارع وصلت الآن وهذا هو الجديد للمدارس و هنا كانت نوع من الصدمة لأن في التمثل المغربي و في العقلية المغربية و الإنسان المغربي دائماً كان لديك التمثيل و المقارنة بين الأب و الأستاذ بين الأستاذ و الرسول و كان المعلم يقانا المعلم و أن يكون رسول كان معتقد من ناحية النفسية كيف نفسره كان نفسره بأحد نوع من السلطة المعنوية إنه طغيتة سامبوليك هذه السلطة من بعد مما تطور المجتمع و كانت نحضر على حقوق الطفل و كانت نحضر على غياب وسائل التربية و إذا كانت بهذه الطريقة ستتجنأ شيئاً سيليبياً ولا تفكير في الحديث عن عدم طفل أو لمس الطفل حتى لو بالتسامة فهنا فكرنا أن نعطي للطفل حقوق بين مزوجاتين يعني ما نبقى نضربه و ما نعنفه تقبلت المسألة و فعلاً حقوق لجمعيات الآباء و مجموعة من المتدخلين فنعم آمن الأستاذ بأنه لم يبقى يضرب الطفل و لكن كيف نوقعه؟ الأستاذ فقدت السلطة لأن الوحيد الأهل الوحيدة التي كانت عنده هي العنف فالخلل هنا نبدأ أنه عندما انتزعت السلطة من الأستاذ التي هي صحيحة مرفوضة معوضناش و ما كونناش تكوين من أجل أن يمارس السلطة و لكن بأسلوب حضاري بأسلوب أخلاقي بأسلوب بيداغوجي طبعاً هذه السلطة لن تمرس لأنه يجب أن يكون الحلول يجب أن يكون المكانة العلمية للأستاذ لا يكون فيها شك لأنه لا يمكن أن يفرض الأستاذ راسو في القسم إذا لم يكن لديه هذه الضوابط العلمية والبيداغوجية يجب أن يجب أن يصل إلى مجموعة من الدول الآن يتمرس على ما نسميه وسائل التواصل لعنفي أشياء بسيطة لكنها تقتضي التدريب ثم المسألة الرابعة أنه الآباء يتحملوا مسؤوليتهم و يتحملوا مسؤوليتهم و يتحملوا مسؤوليتهم و يتحملوا مسؤوليتهم على الأستاذ الأستاذ لم يكن لديه لأن الأستاذ يجب أن يكون باباً بل ولينا نرى الآباء يتعرضوا الأساتذة و يضربهم فهذا العلاقة ليست وليدة فقط ما يسميه العلاقة بين التلميذ لا، هي مؤسسات كل المجتمع كله مركبة تشكل هذا فالعنف يصبح مؤسساتي يمارس في كل الأماكن لهذا يجب إحادة النظر حتى خلال العلاقة مع هذا الإنسان كيف مكان طبيعته داخل الإدارة، في الملحانة، في الزنقة العنف أصبح لغات الحياة اليومية طبعاً هذا ما يكونش جاي من الفراغ عنده أسبابه الاقتصادية التقافية نسبة البطالة المرتفعة غياب كل مظاهر المصرح والفن والآدب في المدرسة الطفل يقول لك يقرأ ويكتب ويخرج فين هي الحياة المدرسية؟ فين هي النقطة للحسن السيرة والسلوك التي كانت عندنا وعشتنا بها؟ لماذا تنزعت؟ فين ما نسميه بالمنافسات ما بين المدارس؟ إذا نزعنا الصغة الإنسانية على الطفل وخليناها كآلة هذه الآلة تكون في أحد الجوة ممتوف في نهائياً وسائل التدريس التي هي ما يسمى الكتافة للأطفال داخل القسم التي تفوق 60-70 الأستاذ الذي أصبح تراتبياً واجتماعياً متدني العلاقة بينه وبين الطفل غير متوازنة الإدارة تخلت هي الأخرى عن مهمها لأن من كيتر الطفل الخلل وكنصفته للإدارة لكي نكدر؟ هذا السؤال ثم الآخر المطاف ما نسميه للأشياء التي تزيد الطلب التي هي المخدرات ووصولها للمدارس وحتشك البشعة الآن بعض الدراسات التي قمنا بها القناة أطفال لتساسنين يديروا الكلف فيهم وكي تحشش وفي عمره ما زال ما تدماغه بقي صغير وصلنا أنها في المدارس وأمام باب أبو ابن المدارس كتبها 15 دراهم الإكستازي، القرقوبي، المعجون كل الإمكانيات أن هذا الطفل ليس غير عنف ولكن عنف مضاعف فهنا السؤال الجوهري هي وشهاد الحلد ورزازات سوف تدق ناقص الخطر وبالتالي سوف نعيد النظر في المنظومة أم أننا سنعتبر المسألة فقط هي إجرام ونعاقب الطفل ونعاويد الأستاذ ونترك الحال على ما هو عليها هذا مرفوض نهائيا لأننا وصلنا إلى حالة أن المغرب لا تبقى